اشتركوا في القناة في ارجاء الوطن العربي هو اشهر مفسر للقرآن الكريم في العصر الحديث هو لغوي وشاعر وقديب هو امام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي ولداء الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15-14 عام 1911 في مركز ميت غمر وحافظة الدقاهلية في مصر حافظ القرآن الكريم في الحديث عشر من عمره في عام 22 التحق بمهل الزقازيق الدائل الازهري وظهر نبوغا منذ الصغر في حفظ الشعر والمأثور من القوم ثم حصل على الشعر الابتدائية سنة 23 ودخل المعهد السانوي الازهري وزاد اهتمامه بالشعر والادب وحظى بمكانة خاصة بين زملائي فاختروه رئيسا لاتحاد الطلبة ورئيسا لجماعة الأدباء بالزقازيق كان معه في ذلك دلوقت الدكتور عبد منعم خفاجة والشعر طهر ابو فاشا والأستاذ خالد محمد خالد والدكتور حسن جاد كانوا يعرضون عليه ما يكتبون وكانت نقطة تحول في حياة الشيخ الشعراوي انما اراد والده الحاق بالأزهر الشريف بالقاهرة كان الشيخ الشعراوي يودى ان يبقى مع اخوات الازراعة الارض لكن اسرار الوالد دفعه لاستحابه الى القاهرة ودفع المصرفات وتجهيز المكان للسكن التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة 37 وانشغل بالحركة الوطنية كما انه كان مشاركا اثناء صورة 19 الازهر حيث خرجت المنشورات التي تعبر عن سخط المصريين ضد الاحتلال الانجليزي ولم يكن معدل زقازيق بعيدا عن قلعة الازهر في القاهرة فتوجه زملائه الى ساحات الازهر واروقته ويلقي بالخطب بما عرضه للاعتقاد تزوج الشيخ الشعراوي وهو في السانوية تزوج الشيخ الشعراوي وهو في السانوية بناء على رغبة والد الذي اختار له زوجه ووافق الشيخ على اختياره لينجب منها ثلاثة اولاد وبنتين تخرج عام 40 وحصل على العالمية مع اجازة التدريس عام 43 بعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطن ثم انتقل بعد ذلك الى المعهد الديني بالزقازيق ثم المعهد الديني بالاسكندرية وبعد فترة خبرة طويلة انتقل الشيخ الشعراوي للعمل في السعودية عام 50 ليعمل أستاذا للشريعة في جامعة أم الخرام اضطرى الشيخ الشعراوي أثناء فترة وجوده في السعودية أن يدرس مادة العقيدة رغم تخصوصي أصلا في اللغة وهذا في حد ذاته يشكل صعوبة كبيرة وانا الشيخ الشعراوي استطاع ان يسبت تفوقه في تدريس هذه المادة لدرجة كبيرة لقاقة استحسان وتقدير الجميع في عام 63 حدث خلاف شهير بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين الملك سعود وعلى أثر ذلك منع الشيخ الشعراوي من العودة الثانية إلى السعودين سمعين بعد ذلك في القاهرة مديرا لمكتب شيخ الأزهر الشريف شيخ حسن مأمون ثم صفر بعد ذلك إلى الجزائر رئيسا للبعثة الأزهر هناك ومكسب الجزائر حوالي 7 سنوات قضاء في التدريس أثناء وجوده في الجزائر حدثت نكسة يونيو 67 سجر الشعراوي شكرا لأقسى الهزائم العسكرية التي منيت بها مصر وبرى ذلك في برنامج مزاع بقوله بأن مصر لم تنتصر وها في أحضان الشيوعية فلم يفتن المصريون في دينهم وحين عاد الشيخ الشعراوي إلى القاهرة وعينه مديرا لأوقاف محافظة الغربية فترة ثم وكيلا للدعوة والفكر ثم وكيلا للأزهر ثم عاد ثانية إلى السعودية حيث قام بالتدريس في جامعة الملك عبد العزيز في نوفمبر 76 اختار السيد مملوح سالم رئيس الوزراء أنزاك أعضاء الوزارته وأسند إلى الشيخ الشعراوي زيارة الأوقاف وشؤون الأزهر وظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام 78 وعتبر أول من أصدر قرارا وزاريا بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر وبنك فيصل حيث أنزل من اختصاصات وزير الاقتصاد أو المالية وكان في وقتها دكتور حامر السايح الذي فوضه ووافقه مجلس الشعب على ذلك في سنة 87 اختير عضوا بمجمع اللغة العربية تولى الشيخ الشعراوي عدة مناصب كثيرة منها نوع عينه مدرسا بمعه الطنطة الأزهري ومعهد أسكندرية ثم معهد الزقازيق عيره العمل بالسعودية سنة 50 وعمل مدرسا بكلات الشريع عينه وكيلا لمعه الطنطة الأزهري سنة 60 عينه مديرا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 61 عينه مفتشا للعلم العربية بالأزهر الشريف عام 62 عينه مديرا لمكتب الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون عام 64 عينه رئيسا لبعثة الأزهر في الجزائر عام 66 عينه أستاذا زائرا بجامعة الملك عبد العزيز بكلات الشريعة بمكة المكرمة سنة 70 عينه رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز 72 عينه وزير الأوقاف وشؤون الأزهر بجمهورة مصر عام 66 عينه عضوا بمجمع البحوث الإسلامية سنة 1980 يختير عضوا بمجلس الشورى وردت عليه مشيخة الأزهر وعدة مناصف في عدد من الدول الإسلامية لكنه رفضها وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية كان الشيخ الشعراوي دور بارز في الرد على آراء المستشرقين التي اتهمت القرآن الكريم بالباطل بتضارب الآيات ورد الشيخ ذلك إلى ضعف ملكتهم اللغوية وفند اتهاماتهم وصححها كلما مر مفسرا على سور القرآن الكريم عاشق الشيخ الشعراوي اللغة العربية وعرف ببلاغة كلماته مع بساطته في الأسلوب وجمال في التعبير ولقد كان للشيخ باع طويل مع الشعر فكان شعرا يجور التعبير بالشعر في المواقع المختلفة وخاصة في التعبير عن أمال الأمة أيام شابه من المواقف التي لا تنسى للشيخ الشعراوي وأراء التي أثرت تأثيرا عميقا في وجدان المسلمين أنه في أعمى الخمسين كانت هناك فكرة مطروحة لنقل مقام إبراهيم من مكانه والرجوع به إلى الوراء حتى يفسح المطاف الذي كان قد ضاق بالطائفين ويعيق حركة الطوف وكان قد تحدد أحد الأيام ليقوم ملك سعود بنقل المقام وفي ذلك الوقت كان الشيخ الشعراوي يعمل أستاذا بكلية الشريعة في مكة المكرمة وسمع عن ذلك واعتبر هذا الأمر مخالفا للشريعة فبدأ بالتحرك واتصل بعض العلماء السعوديين والمصريين في البعثة لكنهم أبلغوا أن الموضوع انتهى وأن المبنى الجديد قد أقيم فقام بإرسال برقية من خمس صفحات إلى الملك سعود عرض فيها المسألة من الناحية الفقهية والتاريخية وسدل الشيخ في حجته بأن الذين احتجوا بفعل الرسول جانبهم الصواب لأنه رسول ومشرع وله ما ليس لغيره وله أن يعمل الجديد غير المسبوق وسدل أيضا بموقف عمر بن الخطاب الذي لم يغير موقع المقام بعد تحركه بسبب طوفان حدث في عادة وعاده إلى مكانه في عهد الرسول وبعد أن وصلت البرقية إلى الملك سعود جمع العلماء طلب منهم دراسة برقية الشعراء فوافقوا على كل ما جاء في البرقية فأصدر الملك قرارا بعدم نقل المقام وأمر الملك بدراسة مقترحات الشعراء إلى توسعة المطاف حيث اقترح الشيخ أن يوضع الحجر في قبة صغيرة من زجاج غير القابل للكسر بدلا من المقام القديم الذي كان عبارة عن بناء كبير يضيق على الطائفين أول بروز للشيخ محمد متولي الشعراء على التلفزيون المصري كان سنة 1973 في برنامج نور على نور كان مقدمة حول التفسير ثم شرع في تفسير صورة الفاتحة وانتهى عند أواخر صورة المنتحنة وأوائل صورة الصف وحالة وفاته دون أن يفسر القرآن الكريم كاميرا ويذكر أن له تسجيلا صوتيا يحتوي على تفسير جزء عام الجزء السلسون يقول محمد متولي الشعراء وموضحا منهجه في التفسير خواطر حول القرآن لا تعني تفسيرا للقرآن وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير لأنه عليه نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل وله ظهرت معجزاته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التي تبين لهم أحكام التكليف في القرآن الكريم وهي افعل ولا تفعل اعتمد الشيخ في تفسيري على عدة عناصر من أهمها اللغة كمنطق ومنطلق لفهم النص محاولة اتنين محاولة الكشف عن فصاحة القرآن وسر نظمة تلاتة الإصلاح الاجتماعي أربعة رد شبهات المستشرقين خمسة يذكر أحيانا تجاربه الشخصية من واقع الحياة ستة المزاوجة بين العمق والبساطة وذلك من خلال اللعجة المصرية الدارجة سبع ضرب المثل وحسن تصويره تماني الاستطراض الموضوعي تسع النفس الصوفي عشر الأسلوب المنطقي الجدلي هداشر في الأجزاء الأخيرة من تفسيره آثر الاختصار بسبب مرضه حتى يتمكن من اكمال خواطره ثم عاد واعتذر على شاشات التلفاز عن اختصاره واستغفر الله عن إيجازه في هذه المعاني حرصا منه على أن يتمم بحول الله تفسير كتاب الله في حياته وأنه عوتب في ذلك وقيل له الموت له أجل ورزقك من الله له أجل تم تصوير قصة حياته في مسلسل تلفزيوني بعنوان إمام الدعاء من 2003 واستعرض العمل السيرة الذاتية للشيخ شيخ الشعراوي عدد كبير من المؤلفات قام عدد من محبيه بجمعها وعدادها للنشر أشهر هذه المؤلفات وأعظمها هو تفسير الشعراوي القرآن الكريم ومن ضمن هذه المؤلفات خواطر الشعراوي المنتخف في تفسير القرآن الكريم خواطر قرآنية معجزة القرآن من فيض القرآن نظرات في القرآن الإسراء والمعراج الأدلة المادية على وجود الله الإسلام والفكر المعاصر الإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وسلم الأحاديث القدسية الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى البعى والميزان والجزاء التوبة الجنة وعدة الصدق الجهاد في الإسلام أضواء حول اسم الله الأعظم الحج الأكبر حكم أسرار عبادات الحج المبرور الحسد الحصن الحصين الحياة والموت الخير والشر السحر السحر والحسد السيرة النبوية الشورى والتسريع في الإسلام الشيطان والإنسان الصلاة وأركان الإسلام الطريق إلى الله الظلم والظالمون المعجزة الكبرى أسماء الله الحسن أسئلة حرجة وأجوبة صريحة الفتاوى الفضيلة والرزيلة الفقه الإسلام الميسر وأدلته الشرعية القضاء والقدر الله والنفس البشرية المرأة بالقرآن الكريم المرأة كما أرادها الله النصائح الذهبية للمرأة المعاصرة الإسلام والمرأة عقيدة ومنهج فقه المرأة المسلمة الغارة على الحجاب الوصاية إنكار الشفاع أحكام الصلاة أنت تسأل والإسلام يجيب الغيب بين الفضيلة والرزيلة جامع البيان في العبادات والأحكام حفاوة المسلمين بميلاد خير المرسلين عداوة الشيطان للإنسان عذاب النار وأهوال يوم القيامة على مائدة الفكر الإسلامي قصص الأنبياء قضايا العصر لبيك اللهم لبيك نهاية العالم هذا ديننا هذا هو الإسلام وصايا الرسول يوم القيامة عقيدة المسلم وأسرار بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيض من مؤلفات الشيخ محمد متولي الشرى له مطبوعات وكتب أخرى من الشيخ شعراوي فتاوى العصر الدكتور محمود فوزي وكثير من الصحفيين والكتاب أجروا معه لقاءات وأخذوا آراءه في قضايا معينة ثم قولبوها في كتب ونشروها وكانت فيها آراءه وأفكار الجوائز التي حصل عليها الإمام منح الإمام الشعراوي يسمى الاستحقاف من الدرجة الأولى في 15 أبريل 76 بمناسبة معاشه قبل تعيينه وزير الأوقف منح ويسام الجمهورية من الطبق الأولى عام 38 ويسام في يوم الدعاء حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتاء المنصورة والمنوفين اختارته رابطة العالم الإسلامي في بكة البكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوئين جعلته محافظة دقاهلية شخصية المهرجان الثقافي العام تسعة وتمانين اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كشخصية العام الإسلامي في دورتها الأولى عام 18 عام 1418 هجري موافق 1998 توفي شيخ شعراوي عن عمر يناهز السابع والثمانين عاما في 17 يونيو عام 1998 وغدوا في ناء في مسقط رأسه وقد أقيمت له جنازة شعبية مهيبة حضرها جمع كبير جدا 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 من المحبين له رحم الله الشيخ الشعراوي وأسكنه فسيحة جناته على ما قدم للإسلام والمسلمين وعلى ما زاد عامة الناس فهما لدينهم الصحيح نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولو أن أحد من المتابعين عنده أي شخصية من المشاعر يقدمنا الاقتراحات لتقدمها في حلقاتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا